أعلنت مؤسسة نوبل اليوم الاثنين فوز العلماء الأمريكيين جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يونغ بجائزة نوبل للطب لعام 2017 بفضل اكتشافاتهم لآلات جزائية تتحكم في الساعة البيولوجية للإنسان وقالت جمعية نوبل بمعهد كارولينسك السودي في بيان إن اكتشافاتهم تفسر كيف يوائم البشر والنبات والحيوان إيقاعهم البيولوجية حتى تماشى مع دوران الأرض وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كورونا سويدية أو مايو عادل مليون ومئة ألف دولار وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن سنويا وتمنح جوائز نوبل منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في مجالات العلوم والأدب والسلام تنفيذ لوصية ألفرد نوبل مخترع ديناميت